السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة الأعزاء طلاب الصف الخامس أهلا وسهلا بكم في حصة جديدة من مادتنا مادة اللغة العربية اليوم أحبائي نبدأ بدرس القراءة من وحدة علم وعلماء درس القراءة موجود صفحة 74 والذي يحمل عنوان ابن سينة لذا الدرس لهذا اليوم يحمل عنوان ابن سينة رجاء الجميع يفتح صفحة 74 ونكتب اليوم والتاريخ كما تعودنا بأعلى الصفحة عند النظر إلى العنوان نجد أنه يتكلم عن شخص هذا الشخص يسمى ابن سينة شخصية مشهورة سنتعرف إليه أكثر عند قراءة الدرس لكن سأعطيكم نبضة صغيرة عن ابن سينة هو عالم جليل مسلم له العديد من الإنجازات في شتى المجالات وله أيضا مؤلفات وألقاب أطلقت عليه بسبب علمه الغزير ومكانته المرموقة والعالية عند قراءة الدرس سنتعرف إليه أكثر هيا بنا نبدأ القراءة ابن سينة ولد أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسينة عام ثلاثمائة وسبعين للهجرة ونشأ في ظل والده الذي كان واليا على بخارة وقد عهد به إلى كبار رجال العلم فأحسنوا تربيته وتعليمه كان منذ صغره على دراية بأمور الدين والفقه ثم تعمق في دراسة الآداب والهندسة والفلك والرياضيات والفلسفة وتنبأ له العلماء بمكانة مرموقة وشهدوا له بالتفوق والبراعة حتى لقب بالشيخ الرئيس كان ابن سينة بارعا في الطب وذاع صيته فاستدعاه سلطان مدينة بخارة إلى قصره ليعالجه من مرض عضال أصابه بعد أن عجز عنه الأطباء فعالجه ابن سينة فكافأه السلطان بأن منحه لقب كبير أطباء السلطنة كما لقب بشيخ الأطباء على الرغم من صغر سنه ألف ابن سينة كتاب القانون في الطب الذي ظلت جامعات أوروبا تدرسه عدة قرون وكان المرجع الأساس لأطباء العالم جميعهم إلى القرن السابع السابع عشر الميلادي فلم يكن الطبيب طبيبا إلا إذا درس كتاب القانون لما يحويه من معارف طبية وصيدلانية من أهم إنجازاته استخدام التخدير في العمليات الجراحية وهو أول من حقن المريض تحت الجلد إذن أحبائي بعد الانتهاء من قراءة هذا الدرس الرائع المأخود من كتاب الشيخ الرئيس ابن سينة محمد فتح صبري بتصرف هذا أحبائي الدرس الذي يحمل عنوان ابن سينة موجود في الدوسية أيضا مفردات خاصة بهذا الدرس صفحة 49 أرجو من الجميع أن يفتح الكتاب صفحة 49 وأيضا أن نكتب اليوم التاريخ بأعلى الصفحة حتى نتعرف أكثر إلى هذه المعاني والمفردات هيا بنا نبدأ بالفقرة الأولى ولد أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينة عام 370 للهجرة ونشأ في ظل والده الذي كان واليا على بخارة وقد عهد به إلى كبار رجال العلمي فأحسنوا تربيةه وتعليمه واليا أحبائي تعني حاكما عهد أي أوصى وألزم نشأ أي ترعرع وتربى يتحدث الكاتب أحبائي في هذه الثقرة عن ولادة العالم ابن سينة حيث ولد عام 370 للهجرة أيضا تربى وترعرع في كنف والده حيث كان والد ابن سينة حاكما على مدينة بخارة بخارة اسم مدينة تقع في أوزباكستان حيث كان والد ابن سينة حاكما كان يجتمع في قصره رجال العلم والدين والد ابن سينة أوصى رجال العلم والدين بالاهتمام بابنه ورعايته حتى ينشأ صاحب علم وفكر فبدأ رجال العلم والدين بتعليمه وتربيته إذن هذه الفقرة تتحدث عن ولادة ابن سينة حيث ابن سينة ترعرع وتربى عند والده والد ابن سينة كان حاكم كبير على مدينة بخارة طلب من أهل العلم والدين أن يهتموا بابنه حتى يخرج ابن صالح صاحب فكر وعلم ودين هيا بنا ننتقل إلى الفقرة التالية كان منذ صغره على دراية بأمور الدين والفقه ثم تعمق في دراسة الآداب والهندسة والفلك والرياضيات والفلسفة وتنبأ له العلماء بمكانة مرموقة وشهد له بالتفوق والبراعة حتى لقب بالشيخ الرئيس دراية أحباي أي علم ومعرفة علم الفلك هو العلم الذي يدرس النجوم والكواكب تنبأ أي توقع مرموقة أي عالية هذه الفقرة أحباي تتحدث لنا عن علم ابن سينة حيث كان على معرفة كبيرة بأمور الدين والفقه لكن ابن سينة لم يقف عند هذا الحد ولم يكتف بذلك إذ كان صاحب مجالات واسعة فقط تعمق وغاص بدراسة الآداب والهندسة والفلك والرياضيات والفلسفة إذ ابن سينة لم يقف فقط عند أمور الدين والفقه بل تعمق وأخب يتعلم أيضا ويدرس مجالات أخرى فدرس الآداب والهندسة والفلك والرياضيات والفلسفة بسبب العلم الذي كان يتصف به ابن سينة قالوا العلماء بأنه سيصبح شخص دمكانة عالية ورفيعة ومرموقة لأنه صاحب علم كثير إذ له اهتمامات ويدرس مجالات مختلفة ليس فقط مجال واحد إنما يدرس مجالات أخرى وبسبب هذا العلم الذي كان يتصف به ابن سينة وهذه المكانة العالية والرفيعة شهد له العلماء بالتفوق والإنجاز والبراعة البراعة أحبائي أي منزلة رفيعة جدا من الإنجازات والاختراعات والاكتشافات لقب بلقب الشيخ الرئيس حيث هذا اللقب أول لقب أطلق على ابن سينة لأنه كان صاحب علم ومعرفة بجميع العلوم كان ابن سينة بارعا في القب وذاع صيطه فاستدعاه سلطان مدينة بخارة إلى قصره ليعالجه من مرض عضال أصابه بعد أن عجز عنه الأطباء فعالجه ابن سينة فكافأه السلطان بأن منعه لقب كبير أطباء السلطنة كما لقب بشيخ الأطباء على الرغم من صغر سنه بارعا أي ماهرا ومتفوقا تعصيته أي أصبح مشهورا استدعاه أي طلب حضوره عضال أي مرض شديد يصعب شفاءه عجز أي فقد الأمل كافأه منحه وأعطأه في هذه الفقرة أحبائي تقول لنا أن ابن سينة كان شخص ماهر وبارع جدا في مجال الطب فكان سلطان مدينة بخارة مصاب بمرض مزمن يصعب علاجه حيث هذا السلطان بقي يبحث عن طبيب يعالجه من مرضه لكنه لم يجد طبيب يستطيع أن يخلصه من هذا المرض الذي يصعب شفاءه فسمع أن هناك طبيب يدعى ابن سينة ماهر في الطب فناداه واستدعاه إلى قصره ليعالجه من مرضه فابن سينة استطاع أن يعالج السلطان من مرضه فالسلطان عندما رأى هذا الإبداع وهذا الطبيب الماهر في عمله أراد أن يكافئ ابن سينة على هذا الإنجاز ومنحه لقب كبير أطباء السلطانة لأن ابن سينة هو الوحيد الذي استطاع أن يعالج السلطان وهذا ثاني لقب أطلق على ابن سينة وأيضا أطلق عليه لقب ثالث هو شيخ الأطباء على الرغم من أنه كان صغير السن ألف ابن سينة كتاب القانون في الطبي الذي ظلت جامعات أوروبا تدهزسه عدة قرون وكان المرجع الأساس لأطباء العالم جميعهم إلى القرن السابع عشر الميلادي فلم يكن الطبيب طبيبا إلا إذرس كتاب القانون لما يحويه من معارف طبية وصيدلانية من أهم إنجازاته استخدام التخدير في العمليات الجراحية وهو أول من حقن المريض تحت الجلب يحويه أن يشتمل على في هذه الفقرة أحبائي تتحدث لنا عن كتاب لابن سينة ألف ابن سينة كتاب يسمى القانون في الطب هذا الكتاب من كثر المعلومات القيمة الموجودة به ظلت الجامعات في أوروبا تدرس هذا الكتاب قرون عديدة وكثيرة وكان هذا الكتاب المرجع الأساسي حيث يعود إلى هذا الكتاب العديد من الأطباء في العالم بسبب وهذا دل على العلم الغزير الموجود في هذا الكتاب والعلم الذي كتبه العالم الجليل والرائع ابن سينة حتى الطبيب لا يكون طبيبا إلا إذا درس هذا الكتاب الذي يسمى القانون في الطب هذا يدل على عظمة ابن سينة وعلى عظمة الكتاب الذي قام بتأليفه لأن هذا الكتاب يشتمل على معارف كثيرة مهمة طبية وصيدلانية أيضا إنجازات ابن سينة لم تنتهي بعد أكضا له فضل في استخدام التخدير في العمليات الجراحية استخدم التخدير في العمليات الجراحية تخيلوا أحبائي لو أن التخدير غير موجود في العمليات الجراحية لم يستطع أحد أن يقوم بعملية نظرا إلى صعوبة القيام بهذه العملية إن لم يكن هناك تخدير فالفضل في وجود التخدير للعالم ابن سينة وهو أول من حقنا المريض تحت الجلد إذن أحبائي هذا العالم الرائع الذي يسمى ابن سينة كان اليوم معنا في هذا الدرس هنا أحبائي بعض الصور لهذا العالم الرائع الذي يسمى ابن سينة العالم المسلم الجليل الذي له العديد من الإنجازات والذي له مكانة عالية ورفيعة ومرموقة وأهمية كبيرة جدا هذه أحبائي مدينة بخارة المدينة الذي نشأ بها ابن سينة والذي كان والد ابن سينة حاكم على هذه المدينة هذه المدينة الرائعة إلى هنا أحبائي وصلنا إلى نهاية حصة اللغة العربية لهذا اليوم الذي أخذتنا برحلة إلى عالم رائع يسمى ابن سينة شكرا لكم أحبائي على حسن الاستماع وإلى اللقاء